السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة بيذا بيست وان التعليمي الفيديو ده ان شاء الله حيكون خاص بطلاب الصف الثاني الاعدادي وحنقدم لكم نمازج الوزارة الرسمية الاسترشادية لامتحان متعدد التخصصات حنقدم لكم 3 نمازج استرشادية لنزلتها الوزارة كمان حنجاوب على سؤال اللغة الانجليزية وسؤال الرياضيات وقبل ما نبدأ لازم تعرف ان الامتحان زمن الاجابة فيه ساعتين كمان الاسئلة عبارة عن اختيار من متعدد كل الاسئلة مفيش اسئلة بيما تفسر مفيش علل مفيش اشرح الكلام ده كله مش موجود كله عبارة عن اسئلة اختيارات يعني مش هيخد منك اي وقت ممكن الامتحان ساعة واحدة تكفيه لكن خلي بالك من مادة الرياضيات هتحتاج منك شوية وقت لانك لازم تحل المسألة قبل ما تعلم على الاختيار الصحيح اول سؤال عندنا هو سؤال اللغة العربية جايب لك عشر نمر اختيارات هتبقى فيها سؤالين على النحو وسؤالين على القصة المقررة عليك في المنهج سؤالين على النصوص وسؤالين على دروس القراءة كله اختيار من متعدد هتختار بس الاجابة الصحيحة السؤال التاني وهو سؤال مادة اللغة الانجليزية بقولك choose the correct answer اختر الاجابة الصحيحة ومدي لك 6 نمر يلا نحلها مع بعض نمبر 1 we the museum tomorrow do you want to come with us مفروض ده ايه ده نية نية ان هما هيزوروا المتحف بقرة يبقى ده مستقبل قريب هنختار ايه are going to visit الاختيار الرقم B نمبر 2 she seen a line before الجاملة دي زمنها مضارع تام والمضارع التام ما هواش مقرر عليكم في الترم الاول انا اظن ان واضع اسئلة اللغة الانجليزية في النماذج الاسترشادية مش واخد باله ان هو بيجيب من المنهج القديم الحاجات دي كانت موجودة على سنة تانية السنة اللي فاتت في المنهج القديم فاللي انا شايفان ان هو واخد الامتحان ده من المنهج القديم بتاع اللغة الانجليزية هحلو معاكو برضو هو مفروض هنا في المضارع التام بيبقى فيه have ya has والتصريف التالت فهنا مع هي وشي وقت بناخد has فالإجابة الصحيحة تبقى number a has number 3 he isn't hungry because he has had dinner نفس المشكلة جملة مضارع تام فمفروض هنا بين have وهاز والتصريف التالت مفروض حنحط كلمة already معناها بالفعل والجملة معناها هو ليس جاءة لأنه قد تناول طعامه بالفعل يبقى حنختار number b كلمة already ومعناها بالفعل number 4 thousands of come to Egypt every year مفروض هنا آلاف الايه بيأتوا إلى مصر كل سنة يبقى الاختيار الصح هيبقى رقم ايه tourists number 5 I enjoyed the show because it was أنا استمتعت بالعرض لأنه كان ايه frightened excited boring amazing مفروض حنستمتع بالعرض لأنه كان amazing هنختار لها رقم ديه معناها مدهش number 6 we built a lot of to solve the traffic problem هنبني الكاسر من الايه عشان نحل مشكلة المرور الاختيار الصح هيبقى number a bridges معناها كباري واضح أن اللي حط سؤال اللغة الإنجليزية في النماذج الاسترشادية ما يعرفش حاجة عن مناهج الصف السن الاعدادي اطلاقا بعد كده السؤال التالت وهو سؤال مادة الدراسات الاجتماعية اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين ومدي لك 5 number وقف الفيديو اراهم براحتك وحل براحتك بعد كده معنا السؤال الرابع وهو سؤال العلوم اختر الإجابة الصحيحة برضو مدي لك 6 number وقف الفيديو براحتك خالص وحل وبعد ما تخلص كمل الفيديو عادي وآخر سؤال معنا هو السؤال الخامس خاص بمادة الرياضيات اختر الإجابة الصحيحة مدي لك 8 number يعتبر سؤال الرياضيات هو أكبر سؤال في ورقة الامتحان كلها فلازم تعمل حسابك أن تديها أكبر وقت تديها الوقت الكافي لأن أنت عارف أن طبيعة مادة الرياضيات مش هتعرف تعلم على الاختيار الصحيح إلا بعد لما تحل المسألة الأول وتعرف الإجابة الصحيحة فيه ودي إجابات سؤال الرياضيات الإجابات دي بواسطة أحد معلمي مادة الرياضيات ويا ريت قبل ما تشوف حل الأسئلة دي حلها أنت بنفسك وبعد كده قارن إجاباتك بالإجابات دي النموذج الاسترشاد الثاني السؤال الأول هو سؤال اللغة العربية في النموذج الثاني أسملك الأسئلة في صورة سؤال في النصوص عليه أربع نمر وبعد كده سؤال في النحو وجايب لك في النحو نمرتين اتنين فقط بعد كده سؤال في القراءة جايب لك برضو نمرتين بعد كده آخر سؤال هو سؤال في القصة قصة كفاح شعب مصر برضو جايب لك فيها نمرتين وكل الأسئلة زي ما أنت شايف اختيارات وفي الآخر بتلاقي مجموعة أسئلة اللغة العربية في النموذج الأول زي النموذج الثاني عشر نمر وبعد كده السؤال الثاني هو سؤال مادة اللغة الإنجليزية choose the correct answer ومدي لك 6 نمر اللغة الإنجليزية دايماً حتيجي 6 جمل اختيارات وما فيش داعي أن أحلم معاكم سؤال اللغة الإنجليزية لأن اللي أنا شايفاه إن النماذج الاسترشادية للصف السن الإعدادي الجزء الخاص باللغة الإنجليزية مالوش أي علاقة بمنهج الترم الأول أسئلة اللغة الإنجليزية كلها متخدم المنهج القديم المنهج دا تحزف أنتوا عليكم منهج جديد الأسئلة دي مالهاش أي علاقة بي لكن بإذن الله أنا حابزل أقصى جهد إن أنا أعمل لكم مراجعة ليلة الامتحان في صورة أهم الأسئلة المتوقعة للامتحان إن شاء الله الامتحان لن يخرج عنها فتابعوني هنا على القناة إن شاء الله ننزل لكم مراجعة ليلة الامتحان قبل الامتحان على طول بعد كده السؤال الثالث وهو سؤال الدراسات الاجتماعية حاول تحله بقى وتعرضه على المدرس بتاعك بعد كده السؤال الرابع وهو سؤال مادة العلوم اختر الإجابة الصحيحة ومدي لك 6 جمل وقف الفيديو وحل سؤال الدراسات والعلوم براحتك لكن سؤال إنجليزي ما تحلهوش لأن كده كده الحاجات دي مش موجودة عليك في المنهج وآخر سؤال معانا في النموذج الاسترشاد التاني هو سؤال الرياضيات برضو السؤال مقاون من 8 نمر وزي ما قلنا هو أطول سؤال في الامتحان فأرجوكوا أضروا للوقت المناسب وياريت تزبط تايمر وتحاول تحل السؤال بنفسك وبعد كده راجع إجاباتك مع النموذج اللي حعرضه لك دلوقت ودي إجابات سؤال الرياضيات الموجود في النموذج التاني قارن إجاباتك بعد ما تحل بإجابات النموذج واتطمن النموذج ده اللي حله مدرس رياضيات ولو حسيت إن في حاجة مش مظبوطة في الإجابات ارجع للمدرس بتاعك لأن طبعا ده مش تخصصي فأنا ما عرفش الإجابات دي صحيحة ولا لأ بعد كده نموذج الاسترشاد التالت أول سؤال هو سؤال اللغة العربية من نص نصائح والية وجايب لك في حدود أربع أسئلة الأربع أسئلة شاملين سؤالين عن نص وسؤالين في النحو وبعد كده القراءة جايب لك فيها أربع أسئلة كمان جايب لك من كتاب كفاح شعب مصر جايب لك فيها سؤالين وبتكون في النهاية مجموعة أسئلة اللغة العربية عشر أسئلة عشر أسئلة كلها اختيار من المتعدد وده اللي بيتفق فيه النماذج الثلاثة السؤال الثاني وهو سؤال مادة اللغة الإنجليزية سؤال اللغة الإنجليزية اللي مالوش أي علاقة بمنهج الترم الأول للصف الثاني الإعدادي فما فيش أي داعي إن احنا نحلو وإن شاء الله هعملكو زي ما قلت مجموعة من الأسئلة كمراجعة ليلة الامتحان لن يخرج عنها الامتحان بعد كده السؤال الثالث وهو سؤال مادة الدراسات الاجتماعية اختر الإجابة الصحيحة وجايب لك خمس نمر حلهم براحتك وقف الفيديو حلهم براحتك السؤال الرابع وهو سؤال مادة العلوم اختر الإجابة الصحيحة جايب لك فيها ست نمر وقف الفيديو حل على مهلك خالص وبعد كده كمل الفيديو عادي وآخر سؤال معانا في النموذج هو سؤال الرياضيات اختر الإجابة الصحيحة وجايب لك 8 نمر ياريت حلوم بنفسك وبعد كده قارن إجاباتك بالنموذج ودي إجابات سؤال الرياضيات النموذج الثالث بعد ما تجاوبوا قارن إجاباتك بالإجابات الموجودة في النموذج وإن شاء الله تطلع صح انتظرونا إن شاء الله في الفيديو مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة الإنجليزية هنعمل لكم إن شاء الله مجموعة من الأسئلة لن يخرج عنها الامتحان انتظرونا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة